أما أعادت أفكر عن البوصلة كانت قبل ما يخترعوا النافيجيشن سيستمز والجي بي اس والحاجات اللي بنمشي عليها وأعادت أفكر أنا كتير قوي بسافر القاهرة ومحافظات ما بعرفش أمشي من غير الجي بي اس ما بعرفش يعني حتوها يعني ما عرفش إزاي الناس كانت بتمشي فعلا زمان وسط البحر زي ما بونا كان بيحكي حوصل البلد دي ازاي مش عارف فهو بالبوصلة يعرف يوصل عشان كده بقول بقى البيجامد أما حد يقول لي هتعرف توصل لي أقول له أبعت لي بس اللوكيشن وأنا حوصل ما تقلقش وأبقى عارف أن أنا معتمد على الجي بي اس فبوصل وفعلا بوصل حتى لو توفت شوية أو في أوقات كده الجي بي اس ما يبينش المفروض أطلع الكبري ولا مشي من تحتي بقعد ألف زيادة بس في الآخر بوصل وبعدين تخيلت لو أنا البوصلة فالجي بي اس ده بايز هيحصل ليه لو بايز مش حوصل مش عارف أوصل فلو البوصلة وسط السفينة بايزة والناس رايحة إيطاليا وهي بايزة ممكن يلونة في صنف راس البار زي حزا القوم كده بايزة طب ما كارسة كارسة إن البوصلة تبقى بايزة أنا عايزة أقول إن إحنا فيه في حياتنا بوصلات كتير قوي هي بصراحة بايزة بايزة بنمشي عليها ونمشي وراها ومتخيلين إنها هتوصلنا للمكان السليم بس في الأخير هي بايزة فما بنوصلش وما بنفرحش وما بنرتاحش وبنحس إن إحنا تايهين وبنحس إن إحنا السبب وبنحس إن إحنا في كارسة وفي مشكلة واعد ألوم نفسي وهي الفكرة إن أنا مشيت ورا بوصلة غلط هي دي اللي ضيعتني لو كانت البوصلة الصح ما كنتش حاضية فحكلمكوا باختصار عن إيه أنواع البوصلات الغلط اللي في حياتي اللي أنا بامشي وراها وصلح كل ده بقى إزاي أول بوصلة غلط أنا بامشي عليها للأسف هي بعد ما بتولد فأقرب حد لي بابا وماما اللي مربيني فأقرب في البيت بلاقي بابا وماما فهم دول اللي بيعلموني شوية شوية بتخيل إن هم اللي عارفين كل حاجة في الدنيا أي حد تاني مش عارف حاجة فبيتحول بابا وماما في الآخر لإيه لإله هم ده الإله بتاعي اللي هيقولوا عليه هو هذا الصح واللي مش هيقولوا عليه خلاص ده مش صح فلما يقولوا حاجة خلاص أنا متخيل إن دي صح طب إيه الحاجات بقى اللي بيقولوها أنا ببقاش واخد بالي إن بابا وماما دول بشر وقد يكون مخهم تعبان يعني الدنيا بايزة معاهم فساعات بيقولوا كلام غلط ما جايز هم كمان ماشيين في ورا بوصلة غلط فضعوا ضيعوني أنا بقى معاهم في إيه فيجوا يقولوا لك مثلا أنت جاية غلطة صدمة ولإن بابا وماما دول كلامهم المفروض مصبوط بالنسبة لي فيبقى أنا فعلا جاية غلطة وقعد عيش العمر كله حاسة بالرفض أصلا أنا جاية غلطة ليه عشان أنا مشيت ورا بوصلة قالت لي كلام بس كلام ده مش صح بابا وماما يقولوا لك أنت مش هتنفع في حاجة فاقتنع أنا بقى الكلام ده وحس إن أنا فاشل أو ده أخوك أحسن منك ده بنت خالتك أحسن منك بص يا شطرة إزاي وانتي تعملي إيه؟ ده أول بوصلة في الحياة غلط فبنتوه عارفين مين في الكتاب المقدس كان كده؟ شخصية يمكن كلنا يعني مش كلنا نعرفها في العهد القديم في شخص اسمه يعبيس موجود في أخبار الأيام الأول يقول كده عنه الكتاب المقدس سميته أمه يعبيس لأنها قالت إني قد ولدته بحزن يما يعبيس ده تولد حصلت مشكلة كبيرة في العيلة دي يمكن حد مات يمكن فيه مصيبة حصلت فراحوا مسميين الواد سميته أمه إيه؟ قالت ده اسمه يعبيس معنى كلمة يعبيس إيه؟ المولود بحزن فتخيلوا كده لو أنت اسمك مثلا حزين ولا أنت اسمك مصيبة صودة كارثة فتخيل لي بقى كل ما ينادوكي وكل ما ينادوك بيحصل إيه؟ بفتكر أن أنا سبب المشكلة معاناة ولدت بحزن فكل ما ينادوا اسمي حتى لو هم مش قصدين بقعد كده ما بيني وما بين نفسي آه أصلا أنا سبب المشكلة اللي هم فيها بصلة غلطة فعاش يعبيس عنده عقدة أنه هو مولود بحزن طب ودي حلها إيه؟ أنا مولود سبب لعنة الأهلي أنا مولود بيقولوا علي أن أنا جيت غلطة أنا مولود بيقولوا علي أن أنا وحش هم يقولوا اللي يقولوه ما فيش حد فينا جي غلطة لأن ياسوع ما بيغلطش فكون إنه نفخ فيك نفخة حياة وخلقك يبهوا عايزك حتى لو أهلي مش عايزيني مش مهم؟ مش هم إحنا ولدنا ليس بمشيئة جسد ولا بمشيئة رجل بل من الله يعبيسا ما أدرك كده وحب يمشي على البصلة الصحة قال إيه؟ قال آية كلنا عارفينها قالوا ليتك تبركني ليه؟ أصل أنا ملعون أنا اسمي لعنة ليتك تبركني وتوسع تخومي وتكون يدك معي وتحفظني من الشر حتى لا يتعبني يقول كده بعدها حاجة حلوة قوي فأتيها الله بمساء رح ربنا أمبركه وموسع تخومه وكانت إيده معاه وحفظه من الشر إيه ده؟ لما أدرك إن في بصلة تانية صح هي دي اللي حمشي وراه وهي دي اللي هسمع رأيها وهي دي اللي هتقوله وتكرر أنا مين وأنا إيه؟ حياته تغيرت وبعد ما كان مولود بحزن بقى مش مهم ده مجرد اسم أنا المولود بفرح ليه؟ لأن الله بيقول عني فرحة في مسكونة أرضي ولزاتي مع بني آدم يعني الله بيتلزز بيك وبيك عارفين يعني إيه بيتلزز؟ يعني بيستمتع يعني بيفرح إيه ده أنا أهلي ما بيعملوش كده آه أهلي ما بيعملوش كده بس هو بيتلزز بي يعني كل ما يشوفني يفرح يعني بيبقى عايز يشوفني يعني بيبقى عايز يعود معايا ليه؟ ليه؟ عشان مش عشان أنا اللي أفرح عشان هو يفرح تخيلوا؟ وقصد كده أنا بفرح أما بعود معايا قصد كده أنا بفرح أما ببقى مدرك إنه هو شايفني بعين تانية إن أنا مختلف عنده فدي أول بصلة غلط خلي بالك عشان لو تقالك كلام شبه ده إيش ده كلام الصح؟ كلام الصح هو كلمته فقط هو بيقول عنك إيه ده اللي إحنا محتاجين نعرفه أنت رب بتقول عني إيه؟ أنا ما يالي الناس تقول اللي تقوله لأن الإنسان ينظر إلى العينين أما الرب فينظر إلى القلب هو اللي شايف جوه فالناس تقول اللي تقوله قد يكون الناس شايفاني حلو وأنا من جوه قلبي مش حلوة قوي فأقول له رب لأ إنت شايفني إيه وشايفني إزاي وعايزني يبقى إيه؟ أنت رأيك فيه إيه؟ عشان هي دي البصلة الصحة بنكبر شوية وبيبقى فيه بوصلة تانية كده في حياتنا لما نكبر شوية هي الأصدقاء ورأي الناس وأحياناً ببقى معتمد قوي على صحابي هم عملوا كده طب أنا هعمل زيهم أياً كان اللي بيعملوه ده صح ولا غلط هم بيتصرفوا كده يبقى أنا هتصرف زيهم حفظ المستنيهم حفظ المعلق حياتي عليهم حصل الكلام ده مع واحد قاعد على البركة كان مشلول لأن الموضوع ده بيجيب شلل أنا معتمد على ناس تانية ووقت بقى ما يتصرفوا هي دي البصلة بتاعتي قاعد مستني عشان البركة لما الماية بتتحرك أول واحد ينزل هيخف هو قاعد مستني صحابه وزميله اللي قاعدين جنبه على البركة تعبنين بيتفق بقى معاهم أنا أول ما البركة تتحرك لو سمحتوا إيه؟ نزلوني يرموني عشان أنا عايز أخف طبعاً ما حدش هيرمي ليه لأن كل اللي قاعدين على البركة أساساً عايزين هم اللي يخف فأنا بساعات بتبقى البصلة بتاعتي ناس تانية والناس دي عايزة مصلحتها أساساً فأنا مش فارق معاهم قوي مهما كانوا قريبين فأنا مش فارق معاهم قوي فأجأ لو سمحت تنزلني يقول لي عما صدقت البركة تحركت أنا اللي حنزل وياما ناس جرحونا أو يواجعونا واتفقوا معنا على حاجات وغيروها وتعشمنا فيهم في حاجات وكل ضراح هو الراجل ده تعشم برضو واحد ممكن يكون وعده وأوه ما تقلقش أول ما الماية تتحرك بس أنا هشيلك وارميك في البركة وتحركته ما شلوش وهو اللي نزل صدمة فيحس بإيه ساعتها ده كل الناس وحشة بقى خد كده قرر مع نفسه أن كل الناس زي الزفت ما فيش حد عدل ليه خبرتي مع الناس ومع أصحابي كده أنت مشيت ورا بصلا غلط يجي يسوع للراجل ده ويقول الكتاب كده كلمة مهمة هذا رأاه يسوع وعلم أن له زمانا كثيرا ده يسوع شافه ومش بس شافه يسوع عارف أن الراجل ده قاله زمان كتير عمل إيه مجروح لأنه ماشي ورا بصلا غلط قاعد مستني الناس ومحدش من الناس عمله حاجة قاعد مستني صحابه ومحدش من صحابه عمله حاجة رأاه يسوع وعلم فسأله أتريد أن تبرأ أنت قاعد هنا عايز تخف قال له آه عايز أخف بس مليش إنسان يلقيني في البركة ده الناس وحشة قوي ده الناس صعبة قوي ده الناس خزلوني يسوع حبي يقول له أنا البوصلة الصحة تخيل أن أنت معلق كل حياتك عن الناس أنا هعمل حاجة تانية خالص ما تجيش على بالك إيه الحاجة اللي هتعملها قال له قوم احمل سريرك وامشي راح قايم إيه ده ببساطة كده وأنا اللي كنت مستني حد يشلني ولا تنين يشلوني مع بعض ويرموني وبعدين أقوم وعلى ما أقوم أبدأ أتحرك واحدة واحدة لأن أنا بقالي أكتر من أربعين سنة تمانية وتلاتين سنة مشلول فمش طبيعي إن أنا لما أتحرك هتحرك بسهولة هاخد شوية وقت لسه في ريكوفري بعد كده هتاخد وقت لا يسوع ما عندوش كده قال له كأنه عايز يقول له تقبل إن أنا كون الصديق الألزق من الأخ ليك عشان أنا اللي عندي الحل للمشكلتك وحلها ازاي بطريقة ما تخطرش على باله قال له انت اقوم أنا خلاص قلت كلمة انت هتعمل قام ومش بس قام شال سريره يعني والمفروض يقوم بالعافية يا دوبك يتحرك يبقى تمام قوي كده لا ده شال كمان وقام قدام كل الناس اللي وعدوه ما عملوش حاجة شافوا إن في حد تاني وعدوه وبقى قريب منه اسمه يسوع مشيت ورا بوصلة غلط ورا ناس حيخزلوك لأن الناس ببساطة مش كاملة مش فينا حد كامل ممكن يخزلوك واحد بس اللي عمرو ما هيخزلك هو يا سوع واللي عنده حل للمشكلة بمنتهى السهولة بس أنا مش هعرف اتكلم قوي عن يسوع لأن أولا الكلام عنه مش هيخلص سانيا كنت يسوع ده اختبار مش كلام كلنا عارفين يمكن معلومات عنه إنما الاختبار حاجة تانية يعني اختبار يعني زي ما كنا سامعين لما خليه وهو البصلة بتاعت حياتي وما سلموا كل حاجة ساعتها عشوف حاجة مختلفة حاجة ما تتحكيش حاجة لازم انت تختبرها بنفسك وبعدين نكبر شوية ممكن ندخل بقى السن بتاعنا ده الجامعة وبعدين في السن ده أو قابله شوية أو بعده شوية تبدأ مشاعرنا تتحرك فنبدأ ندور على الحب وأحيانا كتيرا برضو الحب يحصل فيه خزلان زي الأصدقاء فأبدأ أدور على حب تاني فبامشي وراء الحب كبصلة لأن أنا عايز أتحب أنا عايز حد يحبني يعني خلينا صرحة مع نفسين أكيد كل واحد فينا عايز يتحب فمستني حد يحبني فأول ما حد يحبني أنا هو ده اللي حمشي وراها هي البصلة جت على كده هو الجي بي اس موديني لكده قد يكون اللي بيحبني ده شخص غلط أساسا بس أنا ماشي وراه لأن خلاص أنا سستمت نفسي من البصلة اتجاهها وممكن أحب واحدة غير مؤمنة مش شبهي ليه؟ بس أنا عايز أحب بقى ما أنا هعمل فأو هذا اللي حصل مين حصل معها كده الساميرية؟ كلنا عارفينها موجودة في يوحنا أربعة حبت واحد ليه؟ لأنها ما تحبتش قبل كده فحبت واحد فالواحد ده عمل إيه؟ قال لها بس يا أنا عشان أحبك لازم أعمل معاك علاقة جنسية عملت إيه هي؟ ما قالت لهش لا أعيب ده كلام ما ينفعش قالت له أحاضر ليه؟ مش مهم ياخد أي حاجة المهم منه يحبني فأنا عشان ألاقي أماني في الحب ده مش مهم حتى نازل عن حاجات كتير وبعدين خاد اللي عايزه ومشي فتخزلت فيه بعد ما كانت ضيعت كل حاجة راح تحبه واحد تاني قال لها نفس الكلام ليه؟ ما أصده مش حب دي شهوة فحصل إيه؟ فحصل نفس الحوار تاني وسبهب ومشي ثالث رابع خامس سادس نفس الحوار كل ما هي حد جديد وبعدين ما فيش بقى ما أنا مش مرتاح برضو وكله عايز مصلحته وخلاصه وما فيش حد يعني مش مرتاح يسوع عارف كده فالكتاب قال إيه؟ الكتاب قال كلمة رهيبة قوي قال فكان لابد له أن يكتاز السمر لازم يعدي من هناك ليه؟ بصلي في واحدة عمالة تحب غلط ومش لاقي الحب وأنا حاسس بيها جدا 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 وعايز أقول لها أنا بحبك فراحوا استناها هي ما كانتش بتمشي مع باقي الناس في نفس الوقت عشان كلهم بقوا يشاوروا عليها ويقولوا بص هي دي المرأة الزانية فبقت مفضوحة فبقت تمشي في عز الظهر تملة مية من بير عشان وقت الظهر ده الشمس جامدة جدا محدش هيشوفها محدش بيطلع في الوقت ده فهي ضمنة أنها هتروح مش هتلاقي حد ليه ما أنا زهقت من الكلام قاعدوا يقولوا علي كلام وحش وهم مش عارفين أعماقي مش عارفين إن أنا محتاجة للحب الناس عملا تشتم فيها وخلاص هم مش حاسين باللي أنا فيه مشيت هناك لقيت يسوع مستني في عز الظهر وقت الظهر مستني على البير لا فيه شمسية ولا فيه حاجة قاعد في الشمس من إمتى؟ الكتاب ما قالش من إمتى ممكن يكون استنى كتير وبعدين وبعدين بدأ يتكلم معها قال لها الديني أشرب الديني أشرب دي معنى إيه؟ معنى أن أنا كمان عطشان بس أنا عطشان لحبك أنا عايزك تحبيني قالت له فين أنت معكش يا جردل وأنت إزاي تكلمني أساساً وأنت يهودي وأنا ساميرية والمفروض اليهود ما بيعملوش الساميريين قال لها طب ما تروحي تنادي جوزك كده قالت له ما ليش زوج قال له برافو عليك يا حسناً قلتي أنت ملكيش زوج عشان أنت كان ليك خمسة سابوكي وانت عايشة مع واحد سادس مش جوزك إيه دا هو أنت عارف عني كل حاجة؟ آه إيه دا هو أنت عارف أنا حاسة بإيه من جوه والوجع اللي أنا فيه؟ آه أنا عارف طب هو أنت عندك حل؟ آه أنا عندي حل إيه هو؟ أنا بحبك حبيني أنا فيه الشبع وأنا اللي حعرف أبعتلك حد من إيدي يحبك بجد وبعدين يسوعاً ما بيتقابل مع حد ما بيبقاش كده كلامه خلاص دا عينه بتتكلم فيها قوة كلامه فيه سلطان يأسر القلوب لدرجة أن الست سابت الجرة نسيت يا جاية ليه أساساً؟ وتلعت تجري في المدينة كلها تقول لهم إنسان قال لي كل ما فعلت فيه حد بيحبني فيه حد ريحني بعد ما كانت ماشية وراء بوصلة غلط راحت للبوصلة الصحة حصل ليه بعد كده حياتها تغيرت إيه دا من مقابلة؟ آه من مقابلة حقيقية اختارت فيها الطريق الصح مشيت وراء البوصلة الصح حياتها تغيرت مقابلة حقيقية مع يعبيس حياته تحولت من لعنة إلى بركة مقابلة حقيقية من شخص مشلول حياته تغيرت في مقابلة ما خدش بقى سنين أصلي ربنا ما أنا مش عارف حيقبلني أو لا أو يمكن أنا عشان أوصل له محتاج سنين ومجهود تعمين لقل كده؟ هي مقابلة حقيقية من القلب هتوصلك هتبقى هي دي بداية السكة شخص تاني البوصلة بتاعته اسمها الفلوس والمنظر أنا لو معيش فلوس يبقى أنا ما سويش والإنسان من غير قرش أنا قمتي في الفلوس قمتي إن الناس تبصلي بصة تانية واحد اسمه زكا كان كده كان عنده مشكلة إنه قصير ودايما الناس القصيرين دايما يعني معظم الشعوب متنمرة فهو ما اسلمش منهم من أصحابه زمان فأكيد كانوا بيتطريقوا عليه مش أنت قصير والأزعى والتاع فطلع متعقت فحب يعالج عقدته إزاي؟ إنه اشتغل عشر وإنه بقى يلم فلوس شاف قمته في إيه؟ في الفلوس ما أنا ما ليش إيم أنا شكلي وحش أنا في عيب فأنا حداري العب دا بحاجة تانية مش بس كده العشار دا كان وظيفته إنه يروح مش بس يلم الفلوس لو الناس ما عاش فلوس تدفعها ممكن ياخد عفش البيت فهو كان مكروه جدا مفتري فيمكن كان بيقابل زمان صحابه بتوع المدرسة اللي كانوا بيتطريقوا عليه ويخش لهم البيوت هاد فلوس ما يحدش قادر بقى يفتح بقه فهو حاسس بقى وكان الكتاب قال إيه وكان غنيا كتاب قال عنه كده ليه عايز يقول كده عشان يقوله هو أصل معتمد على الفلوس دي هو فاكر إنه كده غني هو فاكر إنه كده قمته في هي دي البصلة بتاعته عمل إيه زكا حاب يشوف يسوع تلع على الجميزة كلنا عارفين يسوع عد بص له قال له اسرع وانزل ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك حصلت المقابلة عينه توجهت من الفلوس ليسوع غير البصلة غير اتجاهه حياته تغيرت في نفس اللحظة أول ما يسوع قال له كده قال وانا حدي نص فلوسي للفقرة والنص التاني حرد أي حد أنا نصبت عليه وخدت فلوسه حرد له طب ما أنت كده الفلوس كلها حد ديع اللي أنت كنت معتمد عليها قال مش مهم أنا لقيت حاجة أحلى من الفلوس أنا لقيت قمتي في حد تاني حد اسمه يسوع شافني بنظرة تانية ما تحكش عليا ما قال ليش أنت قصير هذا بالعكس ندني باسمي قال لي يا زكا يمكن كانوا بينادوه يقول له يا قصير ما حدش بينادي باسمه يسوع أول واحد يمكن ينادي باسمه يا زكا فحياته تغيرت واحدة تانية كان عندها ناس في دم والناس في ده بيرمز لحاجات كتير ممكن يكون نزيف مشاعر نزيف في الأفكار نزيف دم مرض تعب حزن دي أهم فقالت أنا اتجاهي أن أنا أروح للأطباء عشان هما دول عندهم الحل فراحة قعدت اتناشر سنة تتعالج ما حدش ريحها قد يكون الأطباء دول خدام في الكنيسة روحنا لهم وأعصرنا قد يكون الأطباء دول كهنة ما رايحونيش بقى بالناس كتير يقولي أنا معصر من الخدام ومن الكهنة ومش عايزة أشوف حد فأنا مش باجي الكنيسة أساسا ممكن المفروض هما أطباء يعالجوا مع الجوش بالعكس عمل وأزمة زيادة ومرض زيادة وارد حالت الحياة انتهت مدخلش أنا بقى كنيسة مقربش من ربينا عشان حد غلط لا مش ده الحال سنت دي سمعت ان يسوع بيشفي قالت طب ما غير اتجاهي بدل ما روح البصلة مودياني للأطباء بقى لي سنين ولم تنتفع شيء يقول الكتاب بل صارت في حال أردأ حالتها تنييلت أكتر خلاص أنا أشوف يسوع ده بيقولوا بيشفي وقررت كده مع نفسها قالت أنا مش هكلم معاه أصلا أنا بنزف ودايما اللي عندهم نزيف دم دول في العهد القديم نجسة فأساسا ما ينفعش أقول إن أنا عندي نزيف أنا ما ينفعش أروح لأبونا أقوله إن أنا بازني حيبص لي زي في أفكار كده مش حيبص لك بصة وحش بس ماشي متخيل إن لا أنا مش هقول لي يسوع إن أنا بعمل كده مش هقول لي يسوع إن أنا عندي نزيف أحسن يقول لي أنت نجسة ويهزقني أنا بس هلمسهد بطوبه هعدي كده أقول يعني أخذ لمسة كده منه وأنا لو لمسته هخف بقى وخلاص راح توسط الزحمة لمسته راح وهائف وقال في حد لمستني ليه يا رب تقول في حد لمسك ما الدنيا زحمة حواليك ويرد حد يلمسك يخبطك يعني أحنا في زحمة قال لي أنا عايز أقول إن في واحدة لمستني لأن في قوة خرجت مني بس مش دي المشكلة أنا عايز أقول إن اللي لمستني دي واحدة نزيفة دم يعني واحدة بالنسبة لكم نجسة وأنا سبتها تلمسني عشان هي بالنسبة لي مش نجسة لو هي بالنسبة لكم نجسة هي بالنسبة لي مش نجسة أنا ألمسها فأطهرها مش هي اللي حتنجسني وبعدين لمسته وخفت وقال لها إيمانك شفاكي بعد ما البصلة بتاعتها توجهت من ناس كتير متعبة تعبتها للشخص المريح الحقيقي ما يبقاش عندها مشكلة تقول يا جمعة أنا كنت نجسة ويسوع لمست فما يبقاش عندك مشكلة أنك تروح تعترف لبون بس قدمته بالأول حيبص لي زي عمره ما هيبص بصة وحشة يا سيدي لو بص لو فردت معك يسوع شايفك ازاي وشايفك ازاي لا شايفني حاجة تاني فده يشجعنا لا نتوب ونعترف ليه أصلي يسوع بص يسلي بصة تاني أنا مش عايز أطول عن كده بس دي أمثلة البصلات كتير غلط يا ترى بقى أنت في حياتك ماشي ورا ايه ده المهم البصلة اللي انت ماشي عليها قد تكون أكتر من بصلة عايزة بشرك كلهم غلط بالآخر كده بس عشان ايمان طب ايه صح هي بوصلة واحدة هو طريق واحد اسمه يسوع والكلام خلص على كده طب اعمل ايه هنوقف نصلي هتعمل حاجة واحدة بس ده اللي انا عايزة منك تقول له يا رب انا من قلبي عايزك بس كده وانتهى الموضوع بس الطلب اللي انا بطلبه منك ده انا عايزة بس تطلبه من قلبك فعلا يعني يمكن انت علاقتك بربنا بتطلب منه انا ابعتلي كذا واديني كذا وعمللي كذا ونجحني لا انا مش عايزة تطلب بقى تلباط خالص بس النهاردة في الصالة دي اطلب حاجة واحدة بس قولهنا عايزك انت عايزك تبقى انت البوصلة بتاعتي انا بفتحلك قلبي تعالى بس كده هتطلب الطلبة دي من قلبك صح؟ خلاص مش هقولك هيحصل ايه لان انت بقى اللي هتشوفه هتكتشف هيحصل ايه بعد كده دي بقى اكتشافات لو طلبت الطلبة دي من قلبك شوف هيحصل ايه حسيبك تكتشف الطلبة دي انا طلبتها من واحد وعشرين سنة ما كنتش مكتشف كنت ماشي برضو ورا بوصلات مختلفة وبعدين طلبتها بس طلبتها بصدق ساعت قلت له انا عايزك تدخل القلبة الكلام ده كان من واحد وعشرين سنة قديني واحد وعشرين سنة ما سبتوش ليه؟ بس له طلع حلو لو ما كانش طلع حلو كنت سبتو لو ما كانش طلع بيريح كنت سبتو لو ما كانش بيفرح كنت سبتو لو ما كانش بيشفي كنت سبتو لو ما كانش بيشفي كنت سبتو قوي قوي قوي. إنه إحنا بنصلي ولو طلبت كده من قلبك هو موجود. فهيعمل إليه فهتحس ولازم هيجي يلمسك. مش شرط إحساس جسدي. ولو إن لو عينينا تفتحت حتشوفه مش بس ده بيلمس ده بيحضن. وبيقول لك أنت فين من زمان. ده أنا مستني الطلبة دي من زمان قوي. يلا بقى عشان نبدأ صفحة جديدة. يلا عشان نبدأ حياة جديدة هي مش صفحة بس. يلا عشان نبدأ حياة مختلفة. يلا عشان أكون معاك في كل حاجة وأنا حرشدك. وساعتها زي ما بنا شاركنا بالآية تسمع كلمة خلفك تقول لك هذه هي الطريق أسلك فيها. أنا هقول لك تمشي إزاي فهتوصل. أنت مشيت غلط كتير ومشيت ورا كلام الناس ما وصلوكش. بالعكس ضيعوك فهتوصل. دعونا نصلي الدقائق اللي جاية دي. دعونا نصلي الدقائق اللي جاية دي. دعونا نصلي الدقائق اللي جاية الدقائق اللي جاية دي. اشتركوا في القناة